السلام عليكم معاكم ميس نيلي سعيد النهاردة ان شاء الله هناخد منهج connect لجونيور 3 تمام لو اول مرة تابعني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديو اول باول ولو اعجبك الفيديو اعمل like اعمل share عشان الناس تستفيد وبفرح جدا بالcomments اللي بتسيبها لي تحت الفيديو النهاردة ان شاء الله هناخد يونت 7 واليونت بعنوان where are you from where are you from يعني انت منين تعالي نشوف الفوكابس اللي اعتقالي النهاردة تمام بيقول ايجبت وبتتنطق كده ايج ايجبت ايجبت مش ايجبت ايجبت تمام اللي هي مصر والجنسية منها ايجبشن يعني انا عايش في مصر يبقى انت ايه مصري ايجبشن 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 تمام طيب وعندي بلد تانية اسمها فرانس او فرانس تتنطق كده وتتنطق كده فرانس والجنسية منها فرنش فرانس يعني فرنسا الجنسية منها لو واحد عايش في فرنسا يبقى فرنسي فانقول فرنش فرنش طيب وعندي امريكا امريكا ودي بلد اسمها أمريكا طب العيش في أمريكا يبقى أمريكا تمام وعندي ودي اسمها الصين بلد طب والعيش في الصين قال لي يبقى اسمه والاس دي منطقة الز تمام يعني الصيني شخص من الصين يبقى صيني يبقى إيجبت فرانس فرنش أمريكا أمريكا تمام هنا بيقول لي إيه بقى ركزوا معي أدي الديالوج بتاعي بيقول لي this is the house of my father's friend Mr.1 ده بيت this is the house of والأث هنا منطقة V of my father's أبصر في اسم الكية فرنش يعني صاحب بابا بيخلي اللي جاي بعديها ملك الشخص اللي جاي قبليها يبقى my father's friend صاحب أو صديق بابا اللي اسمه Mr. Wang تمام here يعني هنا بيكون موجود are his children ودول ولاده children their names أسميهم بقى ليو وي and Chang Ming Chang Ming طبعا دول صينيين فالأسامي ينتبقى غريبة بالنسبة لنا تمام فقال لي hello ليو وي and Chang Ming وي فيه number three أهي قالوه قالوه hello اللي يقول لك hello ترد عليه تقوله hello وبتتقال hello hello تمام فاللي يقول لك hello تقوله hello عادي where are you from والجملة دي لازم تتحفظ السؤال ده لازم يتحفظ where are you from اليونة كله مبنية على السؤال ده where are you from يعني أنت منين تمام where يعني أين are you وfrom منين خلاص هم ردوا على السؤال ده وقالوا we are ليه جات we are مش هو بيقول هنا are you أصلي you دي لها معناين ممكن تخاطب مفرد يبقى معناها أنت أو أنت وساعدك لما جايا ويقوله I am إنما you ممكن تيجي بمعنى أنتم تبقى معناها جامعة أو ساعتها لما نيجي نرد you تتحول تبقى we هو هنا بيقولهم أنتم التلاتة فردوا قالوا إيه we يبقى we are نزلنا عمنا الكروس بتاعنا you بقت we ونزلنا the are from وكتبنا البلد we are from China we are from China we are Chinese we are Chinese يبقى we are from والبلد we are from والبلد we are والجنسية من غير from يبقى we are Chinese we are from إحنا من الصين إنما we are Chinese إحنا صينيين where are you from وإنتم بقى منين قالوا we are عملنا الكروس ماشي وبعد قلنا طبعا نيو هنا بيقصد بيها أنتم فعملنا الكروس وقلنا are you بقت we are from ونزلنا كلمة from وكتبنا البلد we are from Egypt يبقى we are Egyptian we are from Egypt يبقى we are Egyptian تمام welcome to Egypt بما أن حد غريب جاي عندك فتقوله welcome to والمكان اللي هو جاي فيه welcome to Egypt welcome to Egypt يعني مرحبا بك في مصر هم ردوا قالوا إيه لما حد يقولك مرحبا يرد يقوله thank you I'm happy to be here أنا مبسوط أن أنا هنا thank you يعني شكرا وهو كمان زود وقال I am happy to be here أنا مبسوط أن أنا to be أكون موجود هنا تمام طيب هذه الأربعة دول بتوعنا لو واحد قالك I am from Egypt تمام استخدمنا I ومعها I am verb to be هنمشي هنا كل الفيلم ده verb to be فأقولك I am وfrom والبلد إنما لما أجل رد بقى وقولك أنا إيه أقولك I am على طول وإيجبش من غير from أنا مصري I am from France يبقى I am French I am from America يبقى I am American I am from China يبقى I am Chinese تمام كده نشوف الجزء ده هو هنا أعطيني الاختصارات إحنا عارفين طبعا إنه I بتاخد أم وهي وشي وإيد بياخده إز وآر ويو ووي ويو وذي بياخده أر طيب I لما أجل اختصر I am قال لي نكتبها كلمة واحدة حبايبي إيه الفرق ما بين I am كده و I am كده قال لي دي كلمتين I لوحدها و I am لوحدها إنما لما تختصر تمام نكتبها على بعضها كلمة واحدة ومنسيبش تبقى I apostrophe M اسمها apostrophe I apostrophe M he is هتبقى he is برضو بس هتبقى كلمة واحدة he he و apostrophe is is she apostrophe is it apostrophe is you are قال لي هشيله ال a وحط apostrophe وتبقى برضو كلمة واحدة you are we are they are بيبقى اتفقنا تاني لما أقول الجنسية هقول I am أو he is أو we are والجنسية على طول إنما لما أقول البلد أقول I am from وبعدين البلد تمام؟ و لما حد يسألك يقولك where are you from هقوله I am أعمل الكراس بتاعي لو أنا مفرد و أقوله I am ولو إحنا جامع هقوله we are I am from والبلد ماشي؟ أو we are from والبلد في حاجة بقى لازم نعرفها مهمة جدا 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 البلاد والجنسيات اللي اتنين لازم يكتبوا in capital letter لازم يبتدوا in capital letter يعني يقولك Egypt أو Egyptian تكتب وكمان اكتلتة بتاعتهم اللغة يعني سواء هقولك أن أنا أنا من Egypt أو أنا Egyptian أو أنا بتكلم Arabic يبقى عندي البلد والجنسية واللغة التلاتة بيتكتبوا لازم تبدأ أول حرف فيهم in capital letter تمام كده ودي مهمة جدا جدا عشان يبقى سواء كانت البلد أو الجنسية أو اللغة التلاتة لازم يبتدوا in capital letter أول حرف بس حبيبي اللي بيبتدي بcapital letter عشان الله حست أن فيه ولاد بتكتب الكلمة كلها in capital لا يا روحي أول حرف بس نيجل listen to وده كان أول جزء عندي وكان مهم جدا وبيعرفوا where are you from دي مهمة جدا عندي هنا أعطيني بعض البكاب فبيقول لي breakfast breakfast اللي هو الفطار fortune cake fortune cake fortune 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 cake يعني كيكة الحز fortune يعني حز ماشي أو سعب بتيجيب معنى آه حز أو كنز cookies 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 اللي هو البسكوت بس اللي فيه شوكولات على فكرة cup of tea cup of tea cup of لما تجيلك OF واحدة تتنطق of إنما لو OF تتنطق of تمام cup of tea يعني كوباية أو فينجان شاي milk milk لبن hot chocolate hot chocolate hot chocolate اللي هي شوكولاتها سخنة زي الكاكاو كده أو النسكوك hot chocolate muffin اللي هي دي الكيكة اللي محطوطة كل واحدة لوحدها في بتاعدي اسمها muffin تمام full اللي هو الفول بتاعنا falafel 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 تمام مش falafel ها هم هناك الحرف l دايماً عندهم مفخم بيتنطق l l فنقول falafel 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 تمام falafel 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 bread noodles bread طبعاً اللي هو العيش noodles اللي هي الشعرية أو اللي احنا بنسميها endomy والحاجات دي المكرونة دي drink يشرب eat ياكل have عنده أو ينتلك ولما تيجي مع الأكل يبقى معناها يتناول لما قولك have lunch يعني أنا بيأكل الغداء have a cake have have a cheese cake have أي حاجة يبقى أنا بتناولها تمام طيب country country يعني بلد countries جمعتها جمعتها ازاي يميس قال لي عندي هنا كلمة اسم ينتهي ب y وقبله حرف consonant حرف consonant يعني ايه أنا عندي حروف الانجليش متقسمة النوعين خمسة vowels خمس حروف بس vowels اللي هما ال a وال e وال i وال o وال u وبقيت الحروف كلها consonants فأي حرف غير a e i o u ده حرف consonants ساكن يعني بس ما نقولش بقى كلمة ساكن ومتحرك وكلام ده هو vowel و consonants تمام لما يجيني اسم اخر y وقبله حرف consonant بحذف ال y وحط i e s i e s فتبقى countries تمام بلد بلد find trousers trousers find يعني يجد و trousers دايما بتيجي جمع لانه ما اعتبر ان فيه فردتين يعني عشان كيبقوا عليها trousers زي glasses النظارة فيها عينتين فبيقوا على glasses فدايما كلمة trousers تيجي جمع و ال s دي منطقة z trousers تمام تيجي جمع عشان فردتين يعني dress dress اللي هو الفستان wear wear يعني يرتدي نكمل فيه كلمات لسه found found الماضي من find احنا عندنا find لسه اخدين اه ادي كلمة find find الماضي منها وده من irregular verbs الافعال irregular اللي هي الشزة فتلاقي find ماضيها found الكلمة حروفها بتتغير found flower family family apartment 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 يعني شقة game game لعبة message message ودي بتنطق ج مش ج لأ ج message ج message يعني رسالة يبقى found flower family apartment game message عندي حقا اسمها american sign language gd silent american sign language يعني لغة الاشرارة الامريكية وبنختصرها بasl لأي american و sign و language وهنا عطيني سؤال بيقول لي what do you have for breakfast عشان هنمشي هنا به و has فبيقول لي what do you have for breakfast ماذا تتناول على الفطار what do you have for breakfast ماذا و have هنا معناها هي تناول لأنه بيكلم عن أكل for breakfast على الفطار for حاجة يعني على حاجة تمام طيب نيجي هنا ال have و has بقى عشان نحل السؤال ده اولا has بتيجي مع he و she و it احنا عارفين ان have و has معناهم عنده او يمتلك تمام فقول لك i have a car يعني انا عندي عربية she has address هي عندها فستان انما لما يجي مع أكل يبقى معناها يتناول فقول لك i have lunch انا بتغدى she has breakfast يعني هي بتفطر تتناول يعني تمام has بقى بتمشي مع مين من صاحبها قال لي he و she و it او اي اسم مفرد يعني اقول لك ايمان مونة ياسين محمد اي حد تحط معها has طب و have قال لي بتجي مع are you we و they او اي جمع يعني اقول لك i have you have we have they have او مثلا عولة have تمام يبقى اي جمع هياخد have اي مفرد هياخد has و has بتاخد he و she و it و have بتاخد are you we و they الفعل بتاع يعني يقوم بقى سألني السؤال اللي احنا عملنا القاعدة دي علشانه ويقول لك what do you او they او شوف مين الفاعل have for breakfast حل السؤال ده ازاي بصوا معايا اولا كلمة السؤال دايما بتتحزف فشل what وبحزف دي كلمة سؤال فعل مساعد فاعل فاعل اي سؤال في الدنيا السؤال التقليدي بتاعنا بيكون من كلمة سؤال فعل مساعد فاعل فاعل كلمة سؤال فعل مساعد فاعل فاعل دايما بحزف كلمة السؤال بحزف دو وبسيب الفعل زي ما هو ما بيقصرش علي في اي حاجة فاقول لك ايه you بتنزل وتبقى i و ننزل ال have زي ما هي اقول لك i have انا بتناول شوف انت بتتناول ايه بقى for breakfast مثلا هو هنا full and falafel تمام واقول له for breakfast لو انت عايز تكمل الجمل او تقول له بس عطول full and falafel لو انت حابب طب هنا hana بتقول hana has hana يعني she وshe بتاخد has ما احنا قلنا اي اس مفرد هياخد has وهنا مفرد يبقى hana has tea with milk بتاخد ايه شاي بلبن tea with milk وحد تاني قال they هما have لان they بتاخد have eggs they have eggs هما بيأكلوا بيد he has hot chocolate and cookies he اخدت has وقال لي hot chocolate كوبية شوكولاتة سخنة and cookies وبسكوت الكوكيز تمام نشوف الجزء ده بيقول لي عاطيني برضو بعض الفكاب سبقولي writing ال-w هنا silent ال-w silent بيقول لي writing يعني الكتابة reading الاراية Arabic ودي لغة اللي هي العربي بتنطق كده Arabic Arabic سي لما تيجي في آخر الكلام بتنطق ك Arabic Arabic يعني العربي ولازم يكتب in capital letter زي ما قلنا البلد والناشناليتي الجنسية والlanguage واللغة الثلاثة لازم يبتدوا in capital letter بحرف capital English 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 German 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 يعني لغة الألمانية Arts Arts اللي هي الرسمة عندنا ودي مادة اسمها Arts Social Studies Social Studies Social C-I-A تنطق ش Social Studies اللي هي الدراسات الاجتماعية Geography 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 اللي هي الجغرافية Science طبعا انتوا عارفينها اللي هي العلوم Math اللي هو الرياضة Math Music السي برضو تنظم سيجي في آخر الكلام تنطق ك Music Music اللي هي الموسيقى PE اختصار كلمة Physical Education Physical Education Education يعني اللي هو الألعاب التربية الرياضية B هي اختصار كلمة Physical و Education اختصارها الأE تمام يبقى عندي Writing Reading Arabic English German Arts Social Studies Geography Science Math Music PE أو Physical Education الPH نطقت ف Start School يعني يبتدي المدرسة الساعة كام أو Finish School يخلص المدرسة الساعة كام Do Homework يعمل الواقب Have Piano Lessons يعني ياخد درس أو حصص بيانو Have Piano Lessons تمام وبتتقل Lessons مش Lessons Musical Instruments Musical Instruments يعني آلة موسيقية أو أي أداة موسيقية Instrument Instrument Club سيت نطقت ك Club نادي Play Play يعني يلعب Volleyball Volleyball كرة طايرة Days off دي كلمة day off يعني يوم أجازة فdays off أيام أجازة بصوا المرة دي قلتها ايه off days off تمام إنما وحدة بنطق of يبقى days of lunch اللي هو الغداء دا لست فيه vocab هم معتقدين إن انتوا مش الله عبقرة فحط look made vocab before before يعني after after يعني بعد then ثم who يعني من the others الآخرون the others others الآخرون or or يعني around around بمعنى حول ولو ما تيجي مع الوقت يبقى حوالي ماشي لما قولك أنا باكل حوالي الساعة ثلاثة يبقى around three o'clock حوالي from حتة تو حتة أو from مكان تو مكان تمام وهنا أعطيني بعض الprepositions اللي هي حرف الجر فبيقول لي in the morning in the afternoon and in the evening التلاتة بياخدوا in معادة at night ومش كاتبها at night night بتاخد at يبقى morning and evening and afternoon بياخدوا حرف الجر in in the morning يعني الصبح in the afternoon بعد الظهر in the evening يعني بالليل أو في المساء إنما at night يعني بالليل وnight تاخد at طيب at تاخد مين كبان اللي تيجي مع الساعة فلما أقولك مثلا أنا بروح المدرسة at eight o'clock eight o'clock ماشي أو أنا I am at home معنى موجود في يبقى at بتاخد night at بتاخد الساعة at بتيجي مع ساعات الأماكن أيام الأسبوع اللي تاخد حرف جر on فتلاقي Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday كل ده بياخد حرف جر on فلما أقولك أنا بروح المدرسة يوم الاتنين فأقولك I go to school on Monday ما بروحش يوم الجمعة I don't go to school on Friday يبقى أيام الأزوار بتاخد حرف جر on الساعة بتاخد حرف جر at morning evening and afternoon بتاخد حرف جر in الأماكن بتاخد in و at تمام طيب نشوف بقى الجزء reading hi I am Mark ولد اسمه Mark I am American أنا American أمريكي يعني I start school at المدرسة عندي بتبتدي الساعة 8 in the morning في الصباح تمام هوم كابتل الان هنا معرفش ليه غلط ولدي نقطة آه ده جملة جديدة in the morning we have writing and math الصبح عندنا writing بنكتب درس كتابة math درس الرياضة then ثم music or بيئي يبياخدوا يا music يعني يا موسيقى ياما بيئي ألعاب we have lunch at 12 o'clock بيتغدوا الساعة 12 then ثم in the afternoon بعد الظهر we have science and reading بناخد science علوم and reading وإيه وقرية we finish school بنخلص مدرسة at around 3 على حوالي الساعة 3 we don't have school ما بيبقاش عندنا مدرسة on Saturdays and Sundays يوم السبت والحد عندهم أجازة تمام hi hi i am mary i am french i start school at 8 o'clock بابتدي المدرسة عندي الساعة 8 in the morning في الصباح we have writing بيبقى عندنا حس الكتابة and math وحساب أو رياضة then german بيبقى عندهم لغة المانية or english ياما المانية ياما english we have lunch from 11.45 to 2 o'clock 2.12 المفروض o'clock بنتغدى من الساعة 11.45 ديال حد الساعة 12 مفروض يعني بيبقى عند ربع الساعة يتغدى we finish school بيخلصوا مدرسة at around 4.30 اه لا ممكن يكونوا بيغدوهم على مراحل فتلاقي يعشان كده قالك من 11.45 at 2 تمام بيبقى عندنا مدرسة يوم السبت الصبح but we don't have school on wednesdays and sundays المدرسة عندهم اجازة يوم الاربع ويوم الحد معلين hi i am wang ming i am chinese i start school at 7.30 بمدرسة بيبتدي الساعة 7 ونص in the morning we have writing and math الصبح بناخد كتابة وماث وحساب او رياضة geography وجغرافيا and english we have lunch بنتغدى from 12 o'clock to 2 o'clock من الساعة 12 لحد الساعة 2 وهنا المعنى هنا ان معاد الغداء بيبتدي من اول 12 ومسلا يغدوا المراحل بكل مرحلة لوحدها يعني اولة او تانية افتدائي مسلا يتغدوا الساعة 12 تلتة وربعة يبقون من الساعة واحدة خمسة وستة يبقوا الساعة 2 وهكذا مش كلهم بيطلعوا يعودوا تلت ساعات بيأكلوا لا طبعا we finish school at around 6 بنخلص مدرسة الساعزين حاجة زي كده احنا الساعة 6 بيخلصوا مدارس الساعة 6 after school بعد المدرسة i do homework and have piano lessons كمان بعد المدرسة بقى اللي هي بتخلص الساعة 6 بتامن الواجب ما شاء الله شطار يعني and have piano lessons وكمان بياخدوا دروس piano we have no school ما عندناش مدرسة on Sundays يوم الحد hi i am waleed اهلا بيك يا waleed i am egyptian انا مصري i start school at 8 o'clock بنبتدي المدرسة الساعة 8 in the morning صبح we have Arabic بناخد عربي english and math وانجليزيو وحساب then in the afternoon we have science بعد الظهر بناخد science social studies دراسات اجتماعية and arts ورسم in discover في منهج discover يا سلام we finish school at around 2 بنخلص المدرسة حوالي الساعة 2 then we have lunch at home وبعدين بيروح نتغدى في بيتنا after school بعد المدرسة i go to the club بروح النادي to play volleyball عشان نلعب كرة طيرة we have no school ما عندناش مدرسة on fridays and saturdays ايام الجمع وايام السبت ما عندناش مدرسة تمام الجزء ده احنا محتاجين من الولاد انه هما يقروا لوحدهم ويقروا صح يبقى عارف هو بيقرس زي صح وعارف اللي هو بيقرأ معناه ايه كمان ده جزء reading يعني اللي بندربه على القرية نكمل اليونت تاني vocabs بيقلي dollar 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 دي اللي هو الدولار عملة تاعة امريكا اسمها dollar pill pill يعني جرس glass glass اللي هو كوباية او ازاز coffee coffee اللي هي القهوة muffin قلناها قبل كده الكيكة الزغنانة اللي معطفة بتاعدي off يعني يطفي وعكسها on يعني ييد او ينور police officer police police officer يعني ضابط شرطة ring خاتم ring speak يتكلم because علشان cairo القاهرة live يعيش work يشتغل here يعني هنا وعكسها there هناك بيقولي we use capital letter بصوا بقى احنا عشان نستخدم نحل السؤال بتاع punctuation لازم اعرف امتى احط capital letter وحطه فين اولا بيقولي احنا بنستخدم capital letters دايما في اول الجملة لازم اول جملة تبتدي in capital letter لازم ماينفعش تبتدي جملة ابدا small letter ماينفعش هتبتدي جملة تحط لي اول حرف capital فيها تاني حاجة قال لي البلاد لازم تبتدي in capital letter يعني تكتب لي Egypt in capital letter الجنسيات nationalities لازم تكتب in capital letter هتكتب Egyptian in capital letter اللغات لازم تكتب in capital letter زي كلمة Arabic ماشي ايام الاسبوع برضو بتكتب in capital letters الشهور in capital letters اسامي الناس in capital letters كل الحاجات دي بتكتب والاماكن طبعا بتكتب برضو in capital letters خلاص هو هنا بصوا كمان لسه في جزء اخير اهو اعطيني برضو vocabs جديدة فبيقول لي money money يعني فلوس او man currency 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 يعني عملة كل بلد لها العملة بتاعتها اللي بيشتري بها بحاجات يعني فلوس بيصرفها فكل بلد لها عملة احنا هنا في مصر عندنا bound bound يعني جنيه تمام الجنيه في ميت ارش ارش يعني piaster piaster بلد تانية عندها اليورو يورو يورو تمام وعندي كلمة سنت في ميت ارش يعني برضو السنت ده اللي هو زي كلمة ارش عندنا dollar تاني كلمة سنت يعني ارش yuan 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 وده العملة وده العملة الصينية والعملة الصينية دي فيها برضو عشر ارش والارش عندهم اسمه جي او جي او جي 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 او جي او تمام نقولهم تاني money currency bound biaster euro cent dollar cent yuan و جي او تمام toy shop محل لعب للاطفال sell يبيع buy يشتري pot الماضي من buy boat gh لما تيجي في نص الكلمة بتبقى silent طبعا مش يعني مش 100% ما عندناش قواعد في الانجليش 100% في شواز فيه بيبقى فيه استثناءات pot boat boat يعني يشتري gh انا silent store store محل prices prices اصعار items items يعني عناصر او اشياء robot robot انسان آلي مش robot robot bowl quora things اشياء others others الاخرون map خريطة وفلاج عالم how much is it لما اسأل حد تمانها كام لو كانت مفرد ولو جامع اقوله how much are they أو are these تمام how much is it أو how much are these how much معناها بكم تمانها كام تعالا نشرح الجزء بتاع how much عايز اشتري حاجة فلازم اسأل عتمانها الحاجة دي مفرد هقولك how much is الحاجة دي الحاجة دي جامع هقولك how much are الحاجة دي يعني انا رايح اشتري لعبة واحدة فبقول how much is the toy بكام اللعبة هيقول لي eat is ويقول لي الايه تمانها بص بيقولك what did you buy at the toy shop احنا كنا شرحنا قبل كده الماضي ترمي اللي فات لما يكون السؤال فيه did اعرف ان فيه فعلي ها انت كنا هيتحول للماضي هنا فيه سؤال هو بيقولي what did تمام فيه هنا فعلي هيتحول للماضي على طول did طول ما هي قدامك كده اعرف ان فيه وراها مصدر والفعلي اللي جاي في المصدر ده لما اجي جاوب هشيلة did وحرجعه في الماضي طيب الافعال عندي نوعين اما regular verbs اما irregular verbs افعال منتظمة وافعال شازة المنتظمة هزويد دي اي دي اي اي دي انما لو فعلي شاز زي ده قال لي buy ماضيها boat فلما اجي حل السؤال ده بحزف ال what وبشيلي did ويو بتنزل تبقى i وباي هتبقى boat اشتريت ايه يا ابني من محل اللعب قال له i bought a boat i bought a boat قال له طب what بما انها كورة ومفرد قال له what how much is it لابن يجي نحلها اقول لك it is اعمل الكراس وقول لك it is وحط تمنها تمام it's for 5 euros it's for هي be 5 euros ماشي it's for هي be 5 euros what did you buy at the toy shop قال لي i وشلت buy بقى boat عشان حشلت did two dolls اشتريت عرستين قال له طب how much المرة دي جامع يبقى are they فاقول لك they are وكتب for هما be 60 pounds ماشي 60 pounds المهم بحضرتك ان طول ما انت عديت رقم 1 ودخلنا في number 2 اعرف ان كل اللي هيجي بعد كده لازم يتحط له s عشان كده قلت 5 euros ماشي 60 pounds 1 بس هي اللي مفرد اكتر من 1 يبقى نحط جامع s الجامع plural s pounds أو euros بيقول in my country في البلد بتاعتي egypt our money is the pound الفلوس بتاعتنا هي الجني one pound is a hundred biaster الجني في 100 ارش in my country france بلدنا فرنسا our money is the euro هو اليورو one euro is a hundred cents اليورو في 100 cent in my country china بلدنا الصين our money is the yuan هو اليوان one yuan is ten جياو اليوان الواحد فيه عشرة جياو in my country ameryka our money is the dollar امريكا فيها dollar one dollar is a hundred cent والدولار في 100 سنت تمام كده احنا بكده نكون خلصنا يونس 7 طبعا فيه كلمات كتير الجرامر حلو ايو سهل وجميل اتمنى ان اكون قدرت اسعادكم كان معاكم مسنيلي لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك الفيديو وعمل لو حابب تفيد بالاخرين تمام بفرح بالكومنس بتسيبها لي تحت الفيديو اتمنى ان انا اكون قدرت اسعادكم كان معاكم السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة